تقول يعني في رجل توفيت امرأته و عنده أولاد هل لو عرضت نفسي عليه بالزواج خاصة أنني حاب أرب عياله علي شيء لك الأجر و ليس عليك شيء لك الأجر والثواب و لذلك يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح على الرجل الصالح و النبي عليه الصلاة و السلام جاءت الواهبة الواهبة وقفت فعرضت نفسها على النبي عليه الصلاة و السلام فصعد فيها النظر و صوب فكأنه لم يرغب فيها عليه الصلاة و السلام فقال لرجل يا رسول الله زوجنيها قال ما معك قال ما معي شيء قال التمس ولو خاتم من حديد فذهب الصحابة الجليل ما وجد خاتم من حديد فقال ما عندي إلا إزاري قال تقعد بلا إزار ثم سأله هل معك شيء من القرآن قال نعم قال زوجتكها بما معك من القرآن و لذلك المرأة يجوز لها من خلال قواعد شرعية و ضوابط مرعية أن تعرض نفسها على الرجل الصالح ما في بأس خاصة الحالة اللي ذكرتي الرجل توفيت زوجته و عنده أولاد و أنت نويتي أمرين إعفاف نفسك و تربية أولادك لك الأجر و الثواب و إذا وجد وسيط أخت الفاضل أفضل إمرأة صالحة من الإمرأة برزة لها يعني ذهاب إلى الرجال ممكن أنك تكلفينها تقول لهذا الرجل في إمرأة هنا مطلقة و صالحة و طيبة و تحابة حتى تربع عيالك فأعتقد بأن هذا أدعى للقبول و أكثر لي يعني إقبال هذا الرجل إليك ترجمة نانسي قنقر